اشتركوا في القناة 29 دقيقة بتوقيت جرينتش من كاب كنافيرل في فلوريدا وبعد دقائق انفصل الطابق الاول الكبير الذي يوفر للصاروخ قوة الدفع عند الاقلاع وحتى على الارض في حين واصل الطابق الثاني صعوده نحو الفضاء وتمكن الطابق الثاني في الدقائق التالية من وضع 11 قمرا اصطناعيا تابعا لشركة اوربكم للاتصالات في مدار منخفض حول الارض ومن شأن استعادة الطابق الاول لصواريخ فالكون 9 ان تسمح لسبيس اكس ان تقلص كثيرا من تكاليفها في المستقبل وحاولت الشركة وما قرها في كاليفورنيا مرات عدة استعادة الطابق الاول على منصة بحرية لكنها لم تكن قد نجحت في ذلك حتى الان شخص يتركوا في القارة